بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم عزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملكو كتابة عندما تخجل من هموم الرياضة حفظ الله مصر شعبا وجيشا ووفق خيادتها لما فيه صالح البلاد أهلا بك أهلا بك أهلا بك أعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في لقاء الأسنين من ملكو كتابة حلقة يعود إلينا فيها المهندس عدلي عمرة مقبولة إن شاء الله وحمدل على السلام الله يسلمك وعبال للناس كلها يا رب وأنا بقول عندما تخجل من هموم الرياضة من هو تصور إحنا بنتخاني وبنعير بعض من كسب ومن خسر وصفقات ومش صفقات ولدرجة بنهين بعض ونتجاز في أعراض بعض في مثل هذه الأمور اللي هي أصلا الرياضة مدعا إلى السمو والنبل والانصصار على الزاد قبل انصار على النفس وبعدين بلدك تواجه كل هذه التحديات وإنت لا يعني حفظ الله مصر ربنا يحفظ مصر وهناش تفاصيل كتيرة في حلقة النهاردة وفيها خمس عنوين العشرة كاملة ها وإيه تاني أفضل ما في السلاسية كهرباء يابن اللعيبة أرقام الأهل تنافس الأهل ثم الأهل فالأهل وأخيرا الخير ما شاهد به الأصدقاء بكرة إن شاء الله بشمهندس مصر بتحتفل باحتفال أفريقي كبير اختيار الأفضل في القرى الأفريقية في 2019 من خلال حفل كبير بيقام في الغرداء في منتجع في ساهل حشيش نخبة من نجوم العالم ومسؤول كرة القدم الأفريقية في ضيافة مصر في هذه البقعة الساحرة على شاطئ البحر الأحمر وكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الآلي اعتذر النهاردة الحياة عن الدعوة الكريمة التي استقبلها من الاتحاد الأفريقي لحضور هذا الحفل الكبير للظروف الصحية راجع من رحلة العمرة فمحتاج يريح أكتر شوية وكان الصفر كمان للغرداء قد يرهقه شوية فاعتذر للأستاذ أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي وتمنى لهم التوفيق وأكد كابتن الخطيب على ثقة الكبيرة في قدرات كل الكوادر المصرية مع الاتحاد الأفريقي على إخراج هذا الحفل بالمستوى الكبير اللائق شوف خلاص مصر كذبة الرهان التنظيمي ما من مرة تتصدى وتنظم بتتفوق وبتبهر عبال الرياضة ومستواها وإدارتها ما تلحق بهذه القدرة التنظيمية كل أنظار العالم تتجه إلى حفل الغد لأن طبعا النجوم الأفرقى بقى لهم بصمة كبيرة جدا على مستوى العالم يعني لما مني وصلاح ومحرز يتنفسه هم كمان يتنفسه داخل الدور الأقوى على مستوى العالم على هذه الصدارة فأنت بتتكلم على لعب العالميين خلاص تجاوزوا كل الأفاق بقى لهم ولذلك يعني الهمامات اللي بتقول إن محمد صلاح يمكن ما جيش لا أتمنى أنه ييجي لأن دي في بلده وفي الجونا وبعدين يعني لا عشان ما حدش يقعد بقى يفصر لازم ييجي محمد صلاح ويفرح إن شاء الله وهو الرجل لا يضيره الأول أو الثاني أو الثالث لعيب عالمي بكل المقييس صحية مش محتاجه يثبت حاجة لحد صحية لحية النهاردة كابتن محمود الخطيب برغم من رحلة الطويلة اللي كان رحلة علاجية ثم تبعتها رحلة لأداء العمرة والعودة إلا إنه برغم هذه الظروف المضغوطة حرص النهاردة إنه يلبي دعوة واحد من ولاده ابن من أبناء النادلالي ونجم الفريق الأول أحمد الشيخ اللي كان النهاردة بيحتفل بزفافه حضر الكابتن محمود الخطيب عشان يبارك لأحمد الشيخ وأسرته ويتمنى لهم السعادة والتوفيق إن شاء الله النهاردة كان فيه لقاء الأساطير في تحت سفح الهرم ودي قدرات مصر ودي إمكانات مصر بقى في التسويق السياحي غير موجود في أي حتة في العالم إنك تلعب كرة في أرض الحضرات في تحت سفح الهرم مباراة بين فريق إنفنتينو رئيس الاتحاد الدولي وفريق أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي والتنين لبسوا شرطه وفنيلة ونزلوا ولعبوا في تحت سفح الأهرمات كان فريق أحمد أحمد معاه أحمد حسن ومصطفى حجي والحج ديوف وفلافيو دولتنين الكابتنين بقى أحمد أحمد بالأبيض وإنفنتينو بالأزرق والتنين نمر عشرة ده في غياب الكابتن الخطيب نمر عشرة أه طبعا لو موجود خد الفنيلة إنفنتين والحج ديوف وأماده في لافيو نجم الأهل الأنجولي الكبير ووقع الجمعة وكانوا خليلوا فديجة ورابح مجر ده فريق أحمد أحمد اللي فاز على فريق إنفنتينو أربعة ثلاثة كان إنفنتينو معاه أحمد حسن ميديو وكافو وكوشا وجيرمي وكلوشا وسيزار الحياة كانت مباراة استعراضية مش أكتر هو دي هي دي الرياضة هو ده الجمال بتاعها إنك أنت حتى بعد ما تبطل يمدي لك لحظة تستمتع بمضيك وتستمتع بحاضرك وتستمتع بذكرياتك وتقابل ناس شوفي السحر شوفي المكان أنا شوفت حديث لأرسن فينجر بيتحدث عن بمبهار مبسوط جدا وبيقول لك إيه الجمال ده وإيه التاريخ ده إيه المكان ده وإيه التاريخ ده وإيه المعنى ده يعني الحقيقة والله مصر عندها قدرات للترويج السياحي مش ممكن غير موجودة أنا عايز الفن بس كده يدعو الناس تعالوا والله إن شاء الله يعني نشوف نزل اللوم كل الصعبات لو ابتدت الأفلام تتصور في مصر زي زمان لا مصر محتاجة كده محتاج العالم يشوفها وهي بتتطور مصر بتتطور صحيح شان كده الواحد قلبه يعني بيأكلوا على الناس اللي غيرانا من مصر وعايزة تفرملها كل ما ناخد الخطوات برضو فيه ناس باستكتار عليك إن اقتناد احنا بننهض بقوتنا أستاذ إبراهيم مش عايزة الحاجة محادي شبونا في حالنا صحيح ومصر دي هتبهر للعالم والله إن شاء الله بكرة حفل اختيار الأفضل في الغرداء زي ما قلت لحضراتكم فيه منافسة كبيرة جدا طبعا جايزة الأفضل في أفريقيا جايزة فيها منافسة شديدة جدا صحيح أن فيه تسريبات كتيرة إنه قد يكون السنغالي ساديو ماني الأقرب للقب لكن فيه منافسة سلسية له مع محمد صلاح نجمينا الكبير العالمي ونجمي ليفربول وأيضا السنغالي أو الجزائري رياض محرز نجمي منشستر سيتيو اللي حيات محرز وصلاح وساديو ماني كل واحد فيهم عنده الحيثيات اللي تخليه الأفضل يعني أي حد فيهم هياخد الجايزة طبعا كلنا تعيزها إيه أمل ودعاء ورغبة إنه محمد صلاح يتوق بيها للعام التاني لكن فرص ماني فرص محرز في وجهة نظري أقل من صلاحه ماني لكنه بيشفعله إنه خاد كسر الأمم مع جزائر ما أنت برضو وهو ماني يمكن حيستفيد من دي لو حصل إنه أفضليةه عن صلاح سنة إنه لعب فاينة تأثيره مع منتخب مع منتخبه في 2019 وخلينا فاكرين أنت مش بنتكلم على قيمة اللعب بشكل إجمالي لا أداءه في 2019 يعني ما هيش مطلقة صلاح طبعا لغاية دلوقتي متأكدش سألي بالك صلاح عطلت شواء الإصابة اللي حصلت الإصابة لكن لكن موجود بقوة والله يمكن في أي لحظة تبص تلاقي الليلة غير التسريب ما هو إيه وفوت بين صلاحه وسادي وماني يعني إنجازاتهم في الليفربول طبعا واحد حتى هداف الدوري الإنجليزي اللي تنمو شاركين إنما الجزئية الأفضلية نسبية لما نمع منتخب السنغال في 2019 لأنه لعب معه فينا طبعا يكون دي نقطة ترجحة وكان مؤثر وإحنا ما وفقش المنتخب بتاعنا داخل القرى فيه منافسة بين ثلاث لعيبة طرق حامد لعب الزمالك يوسف البليلي الجزائري ولعب التراج التونسي إلا حتى الآن مش مؤكد حضوره لأنه بكرة كمان عنده فرقته الهل السعودي عندها مباراة مهمة مع الهلال الساعة سبعة ونص والتالت معهم التونسي أنيس بدري لعب التراجي يعني لعب التراجي أنيس بدري يمكن علشان التراجي خاد دور الأبطال يوسف البليلي الجزائر خادت كاس الأمم وطرق حامد الزمالك أخذ الكون فدرالية فيه ثلاث ترشيحات لأفضل لعبة أفريقية الكاميرونية أجاران شوت لعبة في النرويج أسيسات وشوالة لعبة برشلونة الأسباني الجنوب أفريقية ثمبي كاجاتالانا لعبة بكين فونيكس الصيني دول الثلاث لعبات المرشحات أفضل لعب شاب وكنا نتمنى أنه لعب زي رمضان صبحي عمل إنجاز كبير في ألفين وتسعتاشر وقد منتخب الأولمبي للفوز بدورة أو بطولة الأمم الأفريقية تحت تلاتة وعشرين يكون له حضور لكن الحضور السلاسي لأحسن لعب شاب بها باش مهندس أشرف حكيم المغربي لعب بروسي دورتموند وصاموال شاكويزي النيجيري لعب فيا ريال الأسباني والتالت فيتر أسيمين النيجيري لعب ليل الفرنسي تمهو تلاتة من الدوريات الأوروبية يعني هو لو اختاروا أحسن ناشئ في داخل القارة ممكن هو طبعا يكون موجود بقوه برضو وفقا للإنجازات أحسن مدرب يتنفس عليها الجزائري جمال بالماضي مدرب الجزائر بعد ما فاز بكاس الأمم أليو سيسي مدرب السنغال لأنه تأهل بيهم للنهاي التونسي معين شعباني مدرب التراجي اللي فاز مع التراجي بدور المطال جمال بالماضي جمال بالماضي مش عزم نحش أفضل مدربة الفريق سيدات في أفريقيا الكاميروني ألان ديومافا مدرب الكاميرون الجنوب أفريقية ديزي أليس مدربة جنوب أفريقيا والسويد توماس دينيربي مدرب منتخب نيجيريا السابق المنتخبات الأفضل برضو ليهم حيثيات يعني الجزائر بطل كاس الأمم منتخب مدغشقر لأنه كان مفاجئة كاس الأمم وفي أول مشاركة ليه وصل لغاية كان محترم جدا الأدوار المتقدمة والسنغال لعب فاينال فربما يكون الجزائر بالمنطق طبعا بطل كاس الأمم يكون له الأفضل حيثيات حدوث كبيرة جدا الجزائر في الجواجز الكاميرونيجيريا وجنوب أفريقيا دي المنتخبات المرشحة للفوز بكرة القدم النسائية دي أخبار حفل الغد إن شاء الله اللي حتستمتعوا به من خلال الغرداء واللي مصر من خلاله بتقدم لوحة فنية وقدرات هيلة جدا على تنظيم حفل نتمنى إن شاء الله يخرج بالصورة اللي بتليق بقيمة مصر وقدراتها التنظيمية العالية الأهلي بعد ما أنهى العشرة بالكامل بصم بالعشرة على الصدارة بدأ ينظر باهتمام شديد لبطول الدورة أبطال أفريقيا الأربع حيسافر إن شاء الله بعد غد زنبابوي عشان يلاعب باللاتينيام يوم السابت الساعة 3 العصر خلاص ما بقاش فيه زار الفرقة اللي حتكسب ماتش بتقرب كتير جدا من إن هي تضع قدم ده المباراة دي مفتاح المشوار طبعا إحنا لو كسبناها ما أنت عندك اللي بينافسوك حيلعبه بعض أي نتيجة فيها حتترايحك لكن بكل التأكيد أنت محتاج للمكسب ده جدا 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 مكسب أساسي لأنه مبدئيا النجم راح كسب هناك 3 مش شرط مش شرط لا يعني خدت 3 نقاط أنا أقصد أنا أقصد بس فيه ناس عمالة بقى بتقيس قوة الفرقة على النتائج دي مش قوة الفريقة ولكن أنا بقولك أنت خدت 3 طوات من هنا مش أنت أنا بقولك أنا خطابي هنا مش ليك خطابي للناس اللي كل ما تتكلم تقولك ده النجم الكسب بالتلاتة هناك مش شرط طبعا خسر على ملعبه من هلالك وهو كمان دعم نفسه دلوقتي بلاتينيا دعم نفسه في القيد التاني يعني هيضم بعض اللعيبة يقوه في رئته وحيوبهم فجأة بالنسبة لك ما تش عارف مين دوي في كل الأحوال خلينا نقول لو الأهل كويس ما بيرتفتش لأي حد لكلام ده صحيح وكويس هنا معناها إيه هو الأهل كويس لكن أحيانا وده ما نيجي هنتكلم على الماتش بتاع مبارح هنلاقي الزوار دي صحيح وممكن التوفيق هي عندك في بعض الأحيان أو التوفيق هي حالف هو أنت ما كنت الأفضل جدا من نجم السحيلي هناك حتى وانت ناقص إنما التوفيق كان معاهم في كل حاجة فنتمنى التوفيق لا يتخلى عنها دل الأهل في إطار تجهيزه ومروان محص النجم الهجوم اللي سجل هدفين مبارح كانت أجريت ليه أشعة على قدمه الحمد لله أثبتت الأشعة أنه فيه كدمة بسيطة في وش رجله ما هياش دي لحظة خروجه كان فيه تخوف أنه يبقى فيه أي مشاكل في الوش الرجل لكن الحمد لله اتضح أنها كدنا ومش حتلنعه من السفر خطة عنيفة لأنه شوف وش الرجل عامل إزاي لأول مرة من بعد ضغطت الدور الخطرة اللي فاتت أه ريني فايلر إدى للفرقة أجازة 48 ساعة عشان الناس تلحق تلتقط أنفاسها وتتجمع إن شاء الله للسفر يوم الأربع بعد غد نزي ما قلتلكم للسفر إلى زنبابول حسين الشحات واصل علاجه التأهيلي والتدريبي كان غاب عن المباراتين الأخيرتين حسين من شكواه في ألم في العضلة الضمة بدأ يتعافى منها تدريجيا وبيواصل برنامجه العلاجي وإن شاء الله يكون جاهز للسفر والمشاركة بإذن الله أيضا محمود متولي اللي انتوا شفتوه بدأ الخواجة يديله بدأ يشركه كلعب شكر حتى في نص الملعب مدافع مش قلب دفاع فقط اتعمله برنامج رفع معدلاته البدنية من خلال تدريبات خاصة خلال اليومين اللي الفرق واخدهم أجازة لتجهيزه للسفرية إن شاء الله والاعتماد عليه ده هنا نتوقف انت بتدي أجازة لكن فيه العيبة مش محتاجة للأجازة بالعكس محتاجة للتركيز ومحتاجة لنا تاخد جرعات زيادة وهنا تمالي احنا بنقول بقى في الأحمال ما فيش حاجة اسمعها إن الناس بتاخد نفس البرنامج فهو عشان كده بقى علم الأحمال مهم جدا جدا صحيح الدكتور خالد محمود كمان بيطمئن على سعد سمير نجمنا الكبير المحبوب الحياة اللي خضع لجراحة مهمة في ألمانيا كان جراحة لعلاج قطع في وطر أكيلس الدكتور خالد قال إن اللعب حيستمر في برنامج تأهيلي خفيف هناك لمدة عشر تيام بعد العملية وحيرجع القاهرة إن شاء الله عشان يواصل علاجه هنا ويعاود السفر لألمانيا تاني بعد شهر ونص تقريبا لبدء مرحلة التأهيل الإصابة دي أنا بكلمك لأن أنا تعرضت له لأكيلس وهي بتبقى حاجات كده دي لحظة دخوله في المستشفى بعد الجراح ساعة كنا بنلعب في النادي وطاك سمعت صدمة في رجلي تكرت حد خبطني بحاجة يعني وهي بقى بفرقها ومين خبطني مين خبطني فاكتشفت يعني ما كانش حد يعرف أنها حاجة لأن ما كانش بتيجي زمان الحاجات دي أو ما كان بتيجي والناس مش فهمها ولا فهي إصابة كلها كلها كل قيمة العلاج الطبيعي هو ده العملية نفسها مش عملية معقدة عملية سهلة لكن كله في العلاج الطبيعي بإذن الله اللي عشان كده النادي الأهلي حريص أنه هو يبتدي البرنامج هناك ويجي هو يعني يبقى أخذ جزء منه جزء كمان التأهيل مهم قوي ما أنا بقول هو ده يعني هو برنامج التأهيل هو العملية كلها في البرنامج التأهيل إنما بإذن الله يرجع علينا بالسلامة ساعد لعب مهم جدا وشخصية رائعة وكابتن حقيقي ويذكر له أنا كنت في النادي مبارح وقابت الكابتن أو اتصلت بالكابتن سيد أطمئلنا على بعض الأمور وروحت الأستاذ محمد مرجان برضو أتطمن على موضوع كهرباء إذا كانوا محتاجين أي يعني رأي فيه ولا حاجة فالحمد الله لقيته هو هناك أنهى سأحكي بالوقت سأجيب لك العميد محمد مرجان للموضوع كهرباء أشاد جدا 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 بساعد سمير وأشاد بسلوكه وأشاد بموقفه لأنه كان عايز يبلغه قبل ما يعمل عملية التعديل في القائمة الأفريقية أنه ساعد هيجيب لنهاية المطولة الأفريقية أولادي يعني ابني النادي يعني بالمعنى الحرفي أنك أنت في ظل صبتك أنت مقدر وبتغلب مصلحة فريقك قال له أنا كل اللي هميني النادي الأهلي وكل اللي هميني أنا بإذن الله حرجع لكن في مصلحة النادي الأهلي أنا معاكم 100 فيه طيب فيه مشكلة بس في الاتصالات بالنسبة لقيت كهرباء أنت تطمنت مبارح على الإجراءات من خلال اتحاد الكورة بص هم الكلام اللي أنا أنا كنت بأخذ معلوماتي اللي أنا كنتش في مصر كمان ها فكنت بأخذها طبعا من وسائل إعلام والسوشيال ميديو هم وطبعا بعض الحاجات على اليوتيوب من اللي بكتقال في اله ولايك كلام غريب جدا هم هتيجي بفخرة آآ نناقشها فيه آآ إنما هو آآ الحقيقة أنا 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 اللي فهمته من أستاذ محمد مرجان لا لم يكن هناك تعنتا من اتحاد الكورة آآ ولكن اتحاد الكورة شايف انه آآ في فرصة بقى ان يسوي كل المتعلقات المالية مع كل الانديه آآ فقالت له آآ محمد يعني آآ آآ انت انت مطمئن ان ده مش موقف مع النادي الأهلي قال لي لا هم جابوه للمدونيات للانديه كلها آآ وكل نادي علي ايه وحيتعمل معه نفس التعامل مع النادي الأهلي إنما التفاصيل المالية بقى لا طبعا الإقدارات المالية بتقعد مع بعضها الأهلي له حقوق وهم ليهم حقوق وتم التسويق المالية أنا أفضل عشان فيها شوات تفاصيل قدر أقولها التليفون فيه مشكلة بس ما فيش الاتصال دلوقتي يعني مش هينفع يجي آآ آآ طيب هم قالوا لينا تمانية يعني مش عارف ايه المهم رسي الأعضاء على ستة مليون جنيه والأهلي كان له ثلاثة مليون جنيه تقريبا اه اه ادفعوا الخلاف الثاني آآ وما ثلاث نقاط الحقيقة طب الأهلي خلاف الخمساشر في المية الخمساشر في المية اللي عايزة تتفصل كم رعاية وكم وكم هو أغلب الظن أن اتحاد الكورة كان بيعتقد أنه هو من حقه في اللايحة ياخد خمساشر في المية بس حقوق بس كل مباراة كل نادي لمبارايات وباعتباره الطرف المنظم للبطولة الأهلي قيمة عقد البس لا يشمل مسابقة الدوري الوحده فبالتالي قال له ما فيه تفاصيل آآ الإدارة المالية للاتحاد كانت بتأمل أنه تاخد خمساشر في المية من الميت مليون النادي الأهلي الميت مليون عقد الرعاية عقد عوائد البس شاملة مبارايات الأهلي في الدوري وبعض الحقوق الأخرى للقنوات المتعاقدة فبالتالي أنت كاتحاد منظم لمسابقة الدوري فأنت تاخد خمساشر في المية من قيمة عوائد بس الدوري اللي هو بالنسبة للنادي الأهلي خمسين مليون فهي خمساشر في المية من الخمسين المهم في الآخر تم الاتفاق على كل شيء بالضبط وفيه جوابات رسمية بهذا المعنى الموضوع الثالث اللي قال له مستحقات في البس ما خدهاش هت بتاخد مني نسبة على البس وأنا ليه عشرة مليون جنيه بره لسه أو أكتر وكان الاتحاد السابق مع المجلس السابق أيضا قال لك تمنكن للتلفزيون طب أنت دلوقتي الأمور معلقة أنا عايز أقولي النقطة دي عشان لما حتحصل ما تعملش مشاكل عشان كده كنت عايز الأستاذ محمد مرجان ولش راح ولو جانا برضو يأكد على الكلام لو أنا ما كنتش دقيق أو فاهمي ما كانش كامل في بعض النقاط فالنادي الأهلي قال له إحنا لنا عشرة مليون وإحنا بتاخده النسب وبتاع قال له شوف هدي له جواب أقول لك لك عشرة مليون ولو وأنا مستعد إنك تقاضيني عشان أدهم لك أنا مش عارف عصالهم لكن عشان أقدر إن أنا يعني أبرئ زمتي قدامك آه ما عنديش أي حساسية أو غضادة إن اللوح في الاتحاد ياخده ولو بالقضاء بالضبط فما فيش ما فيش سؤنية يعني عايز أقول إيه حتى لو كان في الأول فيه كلام أنا معرفش ماذا صحته الحقيقة إن فيه حد واستعلامات ومشتعلامات الليلة انتهت على طول مبارح الصبح بمتاز ثلاثة وزا ما شفنا قيدة محليا وإفريقيا قيدة كهرباء لكن زي ما المهندس عاد لأشار الاتحاد أحصى كل ديونه الخارجية وشايف إنه علشان يقدر يافي بالتزاماته ويقدر يطور اللعبة ويقدر يصرف عليها ويقدر كمان يساهم في تقنية الفار ابتداء من الدور التاني عنده التزامات كتيرة حقوقه بره يجيبها ازاي ده افضل توقيت يحصل فيها ديونه من خلال قبل القيد محدش هيسجل قيد ياناير إلا لما يسدد الفلوسة اللي عليه طب الآله كان أول الملتزمين وسدد الديون كاملة بتاعته بقيت الأندية الاتحاد عنده كشف واعلنوا للأندية نتمنى من كل الجهات حتى الجهات الرقبية اللي بتفتش اتحاد الكورة ديونه الخارجية معلنة وموجودة الموقف يكون فيه منتهى الشفافية منتهى الجدية في أنه الكل يدفع مش هلزم نادي أنه يسدد ديونه قبل ما أقيد له لعيبة واجه أسيب نادي آخر فنتمنى أيها بس المصر ما تبقوا واحدة ما تم إنفاذه على الآله ينفذ على الكون علشان الاتحاد يقدر يحصل ديونه هذا الموقف الحضاري أنا ليه بأكد عشان إحنا مش غيتنا إن إحنا نضغط ولا نهدد ولا نبتز ولا نهاجم عشان ناخد حقوق إحنا معنيين بالحقيقة عندما يكون هناك مبرر لصدام خفيف يحل بهذا الحوار الموضوعي الذي يعتمد الوقيعي واعتمد على الاحترام المتبادل لازم نقول ونبرر الناس عشان لكن لما بيكون لنا بحقوق ونطالب بيها ما حدش يزعل مننا هنا النقطة طب هو إحنا ليه ليه لا يقدر السلوك الضغري المحترم اللي بيحترم حقوقه وبيحترم الناس هو بيطلب منهم حقوقه بالزبط في الوقت اللي غيرنا ما بيعملش كده وبيأخد حاجات ربما تكون حقه وربما تكون مش من حقه يعني إحنا لقلنا لهم ادفعوا بالنيابة عنينا حاجة ولقلنا لهم آآ سولنا مشاكلنا في إحنا بنقول لهم يا جماعة أيدون قالوا لنا عليكم نقعد نتكلم خلطنا خلطنا السلام عليكم فإحنا بنقول هنا ما كانش فيه سؤوني هذا حقهم لكن حقنا بقى لما نطلب حاجات من حقنا آآ نلاقي إجابات من حقنا إن المصراء تبقى واحدة بالزبط من حقنا نعرف إيه اللي حصل في الشكاوى التي قدمت إلى الاتحاد قبل كده أعتقد ده كمان حق مشروع كهرباء تسجل محليا شارك مع الأهلي سجل أو سجل كمان في القائمة الأفريقية ويسافر إن شاء الله يوم الأربع ضمن بعثة الأهلي المسافرة إلى زنبابوي كهرباء يا ابن اللعيبة إيه اللي حصل دي لحظة نزوله لكن كهرباء كانت أثيرت عليه بعض الدوشة الطويلة جدا منذ لحظة ما تقال إنه كهرباء آآ انتقل للنادي البرتغالي وإنه كهرباء عنده عرض من نادي الأهلي وكهرباء هيروح فين وكهرباء هيجي منين وكان مثار جدل طويل سلّى الناس الفترة اللي فاتت بس كمان كان واضح فيها إنه احنا مش فاهمين حاجة في اللوايح نشوف عادي كهرباء هو وفي عيد ملاده هو لابس أحمر يعني وكان قبل كده فرنسا لابس أحمر تفضل السلسل عايز معلومة أو وجهة نظر لا عايز معلومة ووجهة نظر المعلومة كهرباء وقع على النادي الأهلي بالفعل وكهرباء هياخد فلوسه على قسطين اتفق معهم على كل التفاصيل 30 مليون و30 مليون طبعا ولكن لما الصورة انتشرت والخبر انتشر البعض تراجع ليه لإن لواء حفيفة بتقول لا يحق القهرباء الانضمام أو الانتخال للنادي الأهلي إلا بعد حسم قضية الزمالك مع الولادة الفيفة مع النادي البرتغال كم جد؟ طبعا لما يقدرش يلعب للنادي الأهلي إلا ما يصدروا الحكم سواء بقى بالحقاء زي كلبالي زي كلبالي زي أعصام الحضري الحضري موحشي لما تدفع الفلوس لما تدفع انت الفلوس فمش هيلعب لا للأهلي ولا لطلع الجيش ولا الغزل المحلة إلا لما القضية يتم الحكم فيها وإذا كان في عقوبات مليئ وقف يتطبق وبعده يروح زي ما ممكن أقولك حاجة بس يزعلش مني طبعا تراجل أكبر مني سنة بس مش بكتير مش بكتير يعني يا ابن اللعيبة والله أنا عايز أقوله أستاذ صبحي يا ابن اللعيبة زي ما بيقوله في الكورة توايح الاتحاد الدولي بتقول إن اللاعب اللي انتقل من ناديه ببطاقة مؤقتة لنادي أخر البطاقة مؤقتة طالع لنادي برتغالي مش مفتوح لأي حد مش مفتوح لن يستطيع اللعب في نادي ثالث إلا ما يتم حسم القصة وتوقيع العقوبة وتوقيع العقوبة وتنفذها ودفع الفلوس سواء بقى كهرباء على حق مش على حق ليه بقى تلاتوا مش فاهمين لا هو هو قاله عايزة أقول لك كذا ليه بقى أحسن نحن في اللواح شوف طالما نذكر الأمثلة نقول لهم لا مش ده اللي حصل ده هو لما من غير ما يقرأ اللواح الاتحاد الدولي لو رجع للمثال اللي ضربوا بموقف الكابتن عصام الحضري حيكتشف كابتن عصام الحضري اتنقل بالبطاقة المؤقتة إلى النادي الإسماعيلي ثم إلى النادي زمالك وبعدين لما وقعت العقوبة نفذت وهو موجود وكل بالي كاس مختلف خالص نفس الشيء بالنسبة لكابتن شيكابالا اللاعب ولما توقعت العقوبة نفذت لما كان فيه شكوى من نادي باوك فيه كل بالي في حكم صدر لا ولاعب ببطاقة مقاطة يا ساذب رهيب الاتحاد دولي ما بيعطلش اللاعب بيقول لك اللاعب ده افردوا انه طلع برائب أنا عطلته ليه ها يبقى اللاعب بيلعب ببطاقة مقاطة لكن عندما يصدر الحكم ما يقدرش يتحرك اللي زنفذه ايوه وده اللي حصل مع كله بالي فازا كنت بتدي أمثلة انت لو اتهدت شوية هتكتشف ان لا مش ده اللي حصل الناس دي لعبت اللي لقولها مكان ما فيه ناس ما ممكن تعمل كده ما تلاقيش مكان انما راحوا لعبوا بطاقة مقاطة وبعد كده اتنفذت العقوبات ساعة ما يصدر الحكم لا يمكن ينزل ملعب الا بعد تنفيذ الحكم هنا ويكون الحكم ايه انتهى مش فيه مراحل من الاستئناب مه فمعليش يعني بنوضح دي لان هي مختلفة تماما عن قصة اه الكابتل انا بس كبان يهميني في السياق ده ايه الجمل الصحفيين اللي هيوليهم كل التحية والتقدير التصدي للامور بالفاتي في اللوايح غلط لان انا عشان اتكلم اقول لوايح الاتحاد الدولي بتنص مدام بقى هنص وهتكلم اطلع عن النص كذا اتكلم بنص لانه في الاول وفي الاخر الصحفي مصدقيته محسوبة عليه انا هتكلم لوايحي بقى عندي الحد الادنى من العلم بيها يعني الحد علشان ما افتيش تشريعيا في حاجة مش موجودة الكلام اللي تقال منصوبا الى لوايح الاتحاد دولي ده مش موجود الرقم اللي تقال قيمة للصفقة كمان مش موجود قال له ده اه كهرباء خلاص مضى في الاهل وهياخد ستين مليون تلاتين في اول سنة وتلاتين الاسطة تانية واشنال قلت كده ستين مليون اولا بس عايز اقول حاجة في موضوع كابتن كهرباء اه كابتن كهرباء لم يستقر ويحصم امر انتقاله من كل الاطراف الا من شهر من شهر اه اه كان فيه كلام كتير جدا وكان فيه ناس بتقول وناس بتوصل رسائد وناس بترد على بعضها لكن لم يستقر ويبقى فيه ضوء اخدر لاتمام الصفقة من كل الاطراف ونما بقول كل الاطراف اعنيها الا الشهر الفام فكل الاجتهاد اللي فاتح دي ما كان نهاش الا انها ايه نوع من كلام رايح وجاي لا وجهات النظر والاحساس يعني انت بتشوف المشهد كده بيوحيلك بحاجة اه انما القرار النهائي هو من شهر اه انه خلاص لا اوكي اه النقطة التانية كابتن كهرباء اه طبعا كان عايز ارقام كبيرة لكن عندما دخلنا في الجد قابلة قابلة ان يكون زي وزي زي اعلى فئة بالظبط تطلع بقى ستين مليون تطلع تلاتين مليون تطلع خمسة مليون هو زي اعلى فئة باذن الله اه اللي اللي انا اه عايز اكد عليه تاني اللي بيشتري الاهل يا سيد إبراهيم الاهل بيشتري طبعا طبعا وجزء كبير جدا من اللعبة اللي جات كابتن حسين الشحات كابتن رمضان صبحي كابتن كهرباء كابتن اه اه اي حد من اللجن ما بتستخسرش ان تنفق على لعيب شريك اللي بيشتريك هو ده افشا افشا طبعا لا ده اشترانا قوي واخد بالك ورعبنا بيكرمك ربنا بيكرمك لكن هي الشوشارة اللي بتحصل على الصفقة خطورتها في ايه اه انها بتعلي سقف التوقع عند الناس من كتر ما تكلمه عايزين بقى ان ينزل بوم انفجر كسر الدنيا اه ونبتدي بقى هو ده ابو كذا هو ده ابو كذا هو ده اللي عملنا عليه ده لا خلاص بقى نمشي عادي ونمشي هادي بقى لعيب مميز ضمن لعيبة مميزة وبإذن الله يفيدنا ونستفيد منه و ليه كلام تاني بس ما نيجي نحلل مطشي الاهلي لان الحقيقة انا عايز اشكر لعيبتنا اوي 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 كل لعبتنا الذي وفق الذي لم يوفق والذي اجتهد وكلهم مكتهدين لا احد يستحق الا الشكر الناس مش عارفة حجم التعب والاخلاص اللي بيتم من كل اللعيبة مش ضرور اللعيب يتعور عشان حس بقيمته صحيح ما نكررش اخطاءنا والله الكابتن عبدالله السعيد اللي كله النهاردة بيشعر بيقيمة الكابتن عبدالله وبيقول لك تعويد ومش تعويد يا ما تهاجم في عيزة تقلقه سواء وهو في المتخب او في النادي الاه فيا جماعة اعرفوا ان اللعيب مش مكنة مش ترس مش هديك نفس الاداء كل يوم وفي كل لحظة يعني الماكينة زيتها وتعملها الصيانة خلاص ما فيش مشكلة وانما عمدتهش الصيانة بيبقى فيه مشكلة وانما ريحتهاش بيبقى فيه مشكلة احنا بشر تسحى منهم ايه كتير احنا نفسين مش عارف هروح الشغل لعمليه طيب ليه كهرباء جيه الاهلي وليه ساب الزمالك كابتن تامر عبد الحميد لعب ومدرب الزمالك السابق كاوب على ده ناسي فيش راكين انه موضوع صفقة كهرباء للنادي الاهلي خبطة لنادي الزمالك انت بتقرر حاجاتي ازاي وانه نادي الزمالك بيسعى لصفقة مع عبدالله السعيد عشان يرد الصعص عين والكلام اللي احنا بنقرر على السوشيال ميديا تمام انت بتقرر الكلام من ده ازاي انا بقرر الواقع بغض النظر عن التصريحات لان التصريحات بتطلع في اتجاه تاخد الناس فيها غير الحقيق طب الحقيق ايه اللي انت شايفها الواقع ابني في حضني ارميه وهو حدور عليه ليه ده مثل بلدي اللي قاله قوية دي اتبت اه طبعا مغلطش اللي قاله مغلطش هو كهرباء النهاردة مشي منت زمالك ليه ليه عايز عقده يعلق مش كده نفس المشكلة بناء على الوعود اللي خدها من الاضارة صح ولا انا غلطة سين سؤال سين سؤال مع الليه تلوش عقده ليه وحفظت عليه بالتعامل ماشي بدل هو راح نلقى لتسع مليون جنيه في السنة وانا رايح جاي باتنين لعيبة مكلفين نادي الزمالك داخلين في كم ماتين وخمسين الف جنيه ماتين وخمسين مليون جنيه يعني كم ربع مليار ربع مليار دولار لا الجنيه اللي هو خالد بطيب داخله في مئة وعشرين وعواد الصفقة كده كلها على بعض تخشي له برضه في مئة وعشرين تقريبا يعني ادي ربع مليار وده رايح بتسع مليون جنيه طب بلاش دي احنا كنا رياضيين وانا بتكلم مع الناس كلام انا مسؤول عنه انا لو لقيت حسن معاملة من اللي مسؤول عني انا ممكن اعب ببلاش لا بس دلوقتي اللعيبة مش هتعمل كده كده بلاش ببلاش بلاش ببلاش لو لقيت حسن معاملة في المكان اللي انا مشغال فيه تمام ممكن استحمل حتى ازامات المادية استنى شهر شهرين مش كده ولا يه انما انا النهاردة ما تبقاش ليا مستحقات ويتم طلبها على السوشال ميديا نهاردة مشاكل نادي الزمالك على السوشال ميديا اه ما اظنش ان احنا محتاجين نعلق على الكلام بتاع كابتن تامر لانه الحقيقة كل كلمة الهابة وطع يعني ماتس الكابد الحقيقة يعني انت ولذلك اشتغل باقتصادياتك يعني ما تقدرش تقول لحد هعملك وحعملك هعملك وتيجي ساعة الجادة ما تقدرش تعمله بتصيبه بالإحباط لا خليك وانت بتتفاوض صادق جدا هو هو النادي الاهلي هو ده محدش مرة في النادي الاهلي طلع قالك الاهلي وعدب كذا وما وفاش بتبقى وعشان كده اللي ما بنقدرش نكمل فيه ما احنا بنقف ما بنكملش فيه مش هنقدر انما اللعيب يتوقع منك انك تافي بالتزاماتك لا لو انت عايز تنجح اكتر ايه اللي حيت يعني انت لو تديله عشرة تكلمه في تمانية او تسعة وتديله الاتنين دول يبقوا مفاجأة سعيدة له مش تديله تقول له اتناشر وانت هتديله سبعة لا تعمل لك مشكلة فهو اتكلم في الادارة في الارقام ماليش دعوة انا ماليش دعوة انا لا اسقط على احد انا بتكلم هو دي هو ده تكلم كلام مش محتاج تعقيب لانه كلام هو دي هي دي الادارة ونشوف كمان رأي الكابتر رضا عبدالعال قولك ناد الزمالك في كلام ان هو بيفوض ازاره وعايز ازاره شايف ان ازاره مفيد لنادي الزمالك هو ناد الزمالك ليه دايما يجري وراء النادي الاهلي ليه ازاره هو مكسر الدنيا لو هو مكسر الدنيا ايه طب هو نادي يعني وكهرابة ده مش كان في نادي الزمالك والاهلي هو اللي خده في نادي الزمالك مسيه ازاره هو بيرد الألم بتاع عبدالله congressايد اه ما انا بكره احنا نوع انت ذات نفسك الاهلي واخدك من ايه لا معليش معليش في فرق لا لا في فرق كبير في فرق كبير انت في ناس اقلت لك ولا انت قماشة تانية لا 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 في ناس اقلت لك مع السلامة يعني في ناس في مجلس قدرت نات زمالك امما لقلوله ايه ما لا قلوله ايه ما عرفش ما حتش قال له مع السلامة طي ورده مع السلامة حسنة قلت كلمة لازم ارد عليك فيها انت قلت النادي زمالك هو اللي بيجري ورا النادي الآي ايوه ليه ليه بقى ايوه انت دلوقتي عاز يرد جمهوره وخلاص بايه نجيب اظهار ومخان كهربا محتاجت مني تعليق انا معرفش علق في الكلام بيتقلب وشي كده خلاص مش محتاجين نعلق على نفسه زي اللقطة اللي جاية بالخلفية الصوتية اللي فيها معلقة عن نفسها نشوفها اتحدك لو كان عمل عاد مع الاهلي ولو في الاهلي مجلس الارت وذكر يطلع العاد محمود كهربا الفولت العالي ووصل يا رجالة الفولت العالي هينزل يا الشباب طلع للعاد مش انت تذكر يا لها طلع العاد انما هو عايز يشغي لك هو اهلا بيك يا كهربا في بيتك في نديك مرة تانية محمود كهربا اتحدك لو كان عمل عاد مع الاه هنا ممكن نعلق لسبب بسيط ان الناس فهم الموضوع ده دلوقتي فيه ازا مالك طاعن في الاتحاد الدولي عن طريق الاتحاد الدولي لكن كهربا لو عايز يروح اي حتة زي اي لعيب في النادي الاهلي ودي حصلت في النادي الاهلي مرتين كابتن عصام الحضري وكل بالي اه حيروح وحيبقى فيه قضية كهربا فيه قضية بس مش مع النادي الاهلي بين الزمالك واللعب نادي البرتغالي نادي البرتغالي واللعب ادي التلاتة دول هنا الاهلي برا القصة دي هو خلص نفسه مع النادي البرتغالي جنة زي ما كابتن عصام الحضري خلص نفسه من سيون وراح رايح الاسماعيل فالقصة هنا اسماعيل عشان كده ما فيش عقوبات طالته ولا الاهلي فيه عقوبات حطوله العقوبة بتبقى شخصية انت لما اللاعب بيدافع عن موقفه وبقدم اوراقه بالضبط اذا فيه عقوبة فانت النادي بقى اه ممكن انت تكون متفين مع اللاعب ان انا يعني واخدك فريق لكن لو فيه اي جزاء انا ممكن اتحمل عشان ما نجيش في يوم الايام انا معرفش يعني الكلام المؤكد من القاربين من الكابتن كهربا بيقول لا الموقف كهربا عنده حق في كل اللي عمله الله اعلم هنشوف المستندات كلها في الاتحاد الدولي لكن لن تمس في عقد وسلامة عقد اللاعب مع النادي الاهلي من الاخر كده كابتن كهربا مع النادي الاهلي الباقي ده حيبقى اذا فيه ايزا 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 حطاها تحت خطوط في عقوبات حتبع عقوبات يا مالية يا ايقافات بس لكن لن تمس العلاقة نفسها لن تمس العلاقة وفي ضوء انه كهربا او اللاعب هنا بيقدم دفوع وفي النهاية الامر بيكون في المحكمة ساذ برايم بص النادي الاهلي مش بيشتغل عشان يثبت لحد حك خالص ولا برود الام ده احنا نضر نفسنا لو فكرنا ان احنا نبقى انفعاليين ونشتغل كردود افعال مش هنيجي ضد مصلحتنا عشان نكيد بعض لا احنا بنشوف مصلحتنا فين ولذلك خد التفكير ودراسة قوية ومعظمها دراسة فنية ثم مفاوضات مالية دي حسمت الامور بالضبط زي الصفقة اللي الناس كلها منتظرينها وعليت وكبرت وبقى تأدي كده هذه نواحي فنية لو قدرت ماليا تحققك لقينا ان هي مش هتعبر عن حقيقة السعر الوقيعي او القيمة التسوقية هيبقى في بدائل وكل دا لازم الناس يبقى فاهماه وهذا متفق عليه مع مستل فيلر وما فيش خلاف عليه الراجل النهاردة هو اللي حيختار وهو اللي عيز بس طيب زي النهاردة ولكن سبع يناير تلاتة وتمانين كان منشط تجارية تلمسة فيما اذكر زكريا قال للمأمور عينك ما تشوف الا النور بجون رائع جدا للكابتن زكريا ناصف في شباك الزمالك كانت في مباراة القمة اللي انتهت واحد سفر نفكر حضراتكو بيها وصل مختار 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 معاشي تلعب لزكريا ناصف بلجل مينك أكده دعوا قول قول الأول للنادي الأهلي دعوا قول قول الأول للنادي الأهلي مالك جون ده جماعة بس بالإضافة أنه كان جون فوز إنما هي العدم المفاجأة وعدم التوقع إنه هي تلعبة وان على أساس فيها تو يعني أنا اديتك الكرة واندفعت وكله جري على تو فهو عمل فنت ورحلات وفشايت هو يعني التمويه حتى على حرس المرمى رغم إنها كانت آه في السوق لكن كان في الزاوية اللي فيها لحرس المرمى القريب منها مع الحركة لكن هي الكل متوقع وانتو وهي دي جمال الأهداف اللي بتبقى من نوع ده وفيها دروس والناس تقدر يعني تستفيد منها طيب العشرة كاملة ها ايه تاني بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد بكرا إن شاء الله عيد الميلاد الماجيد كل سنة واخواتنا الأخباط كل سنة وكل المصريين كل سنة ومصر كمان عفية قوية أكثر وحدة وأكثر تماسك وأكثر قدرة على التصدي إلى كل هذه المخاطر اللي بتحيق بيها كل سنة ومصر مصر القبطية ومصر المسلمة ومصر الحضارة في أحسن صحة وحالية ومصر المختلفة اللي كل ما تضغط عليها تتداد لحمة وتزداد تماسك الناس مش عارفة تفهم طبيعة الشعب المصر يباني إنه هو بيهذر يباني إنه هو بينتقد يباني إنه هو مش بيتحمل فيه فيه حاجات كتير تأتذر لكن ساعة الجد ما فيش في صلابة هذا الشعب وتماسكه وترابطه باختلاف انتماءاته وأي واحد يتكلم لغة فيها شماتة لموقف مصر النهاردة الحقيقة التاريخ حياذكره حياذكره كل سنة واخواتنا الأقباط بكل خير يا رب وكل سنة يا رب إن شاء الله تعالى ومصر في حال أحسن بإذن الله صديقك العزيز الحج عبوهب توفيق من السعودية بعيدت لك يقول لك ما تنساش حمد فتحي ضمن المصابين وضمن الصفقات اللي ضحت عشان تيجي الأهل مؤكد مؤكد لا ده حمد فتحي بص احنا عايزين من هنا نعمل كده للناس فقرا طم الناس على الشباب ده كله يعني ينجهزها ويبقى محمد محمود وحمد فتحي كلهم كلهم ورمضان صبحي إن شاء الله بتقارير وباتصالات ومن دلوقتي هو يبقى تكليف على الهوى بإذن الله للإعداد إن شاء الله ربنا يعني طيب العشرة كاملة ها إيه تاني العشرة كاملة مبارح الأهل يحقق الفول مارك خاد النمرة الكاملة عشرة من عشرة علشان يدخل بإذن الله فترة الاستعداد للبطولة الأفريقية في مباراة بلاتينيام وهو طوى الصفحة المحلية على هذا الإنجاز النوعي المهم جدا فوز مهم للأهل على افسي مصر هدفين لمروان محسن الحياة اللي برغم كل الظروف اللي فاتت لكن تقلقه في المباراة وتسجيله للهدفين مصلحته للشباك ثم إصابته اللي ثبت إن هي الحمد لله بسيطة خرجت كل الصحف والمواقع بتشيد بالعلامة الكاملة الحقيقة لأنه مش سهل أبدا فريق يعمل العشرة الكاملة كان العدد الشهري اللي من جلت الأهلي غطى هذه المباراة وهذه العشرة الكاملة في العدد الفخري الشهري لرينيف فيلر على إنجازه لتحليل العشر مباريات بالإضافة إلى نتيجة السنة الجديدة كل سنة وانت طيب داخل العدد مع نجوم الأهلي في هذا الموسم اللي الحياة يستهلو كل التأدير زي ما المهندس عادلي أشار متحملين كتير قوي من الضغوط متحملين قوي من المطشاط المتلاحقة من المجهود البدن الشديد هتبعتلي النسخة بتاعتي ولا لا؟ أكيد بالنتيجة بقى أكيد حقك محفوظ أنت كنت في العمرة آه بس مدام دعت لنا لا دعتلك والله كل كل الناس خطرت علي بقى والله حتى الناس اللي أزيتني مجرد اسمه خطر علي بقى لي دعت له ربنا يهديه وإستره ربنا تقبل يا رب إن شاء الله نشوف الغلة بيأكل صحبة صحية صدقني صحية ما بيتعذبش غير الإنسان الغلاوي والحسد يعني خطبة الجمعة كانت في في الحرم في الحرم عن الحسد الحسد واتضح مش اتضح إنما اتشاور عليه إنه من أخطر ما يكون وهو ده بيفصر حاجات كتيرة جدا هو أنت مثلا لما تبقى ما جيتش ناحية حد وهو متباه لك وعماله يشتي يشتم فيك ربنا لو غيرت عربيتك يشتم فيك مع أنه ربنا رزقه لو حد شكر فيك قدامه يشتم فيك لو هو تعرض لمشكلة يشتم فيك ما لكش دعو بالحادث أحيانا هذا ما يحدث للنادي الأول لكابت الخطيب أنا تأملت يعني ده الإسقاط على الرياضة يعني ما هو ده اللي بيحصل ساعدت يقول هو الخطيب في ناس شغلة نفسها بالأهل ومالك يا جماعة ما تشوفوا في عندك حاجات لو تعملت حتى تقدموا جدا لا الأهل في السياسة الحسد الغل يعني ربنا نجينا مشاعر سلبية قاتمة جدا جدا الغل بيأكل صحب الغل بيأكل صحب خليه يأكل ربنا يحمينا ويحميكم ويحمي كل اللي بنحبوهم من هذا الشعور السلبي يا رب جارت الأخبار خرجت بعد الفوز العاشر للأهل على التوالي متسائلة مين يقدر على الأهل المارد الأحمر ينقض على نادي مصر ويكتافي بسلسية أجيه ومروان الأهرام قالت ثلاث أهداف في ست دقائق وعبد الناصر يحرق فايلر الأهل يوصل انتصاراته بالفوزة على إفسي مصر ثلاثة واحد الأخبار المسائية اعتبرت اللي حصل الطوفان الأهل يكتاح نادي مصر بسلسية ويستمر في الصدارة بجدارة أخبار الرياضة قالت كهربا يونير طريق مروان الأهل عشر على عشر والأهرام المسائي نفس الحكاية الأهل عشر على عشر فاز على إفسي ثلاثة واحد ومروان يسجل مرتين تربع على عرش الدوري بالعلامة الكاملة تلاتين من تلاتين وخمس مكاسب للأحمر في اللقاء والمتولي جوكر المساء قالت الأهل على القمة بأقل همة فاز تلاتة واحد على إفسي مصر واحتفظ بالصدارة دي منشتات الصحف المختلفة بشوانس عندك تعليق عليها؟ عندي تعليق على المشهد من المتش ده وبعض المتشات الأخرى بتكسب الشوت الأول مثلا مش عاجب الناس تجد الهمهمة والشغل والتهاكم والتلقيح والانفعال الشوت التاني تكسب يقولك أيها بس مش عارف فلان أيها بس علان كان معانا أحكي لك قصة لطيفة كده لو فيه يعني لاحظات وإحنا في المدرسة كان معانا اتنين ماهر السيسي معايا في الفصل وحمدي السيسي أخوه أصغر منه حمدي ده كان في تانية وإحنا في سنوية عامة بس كان عبقاري في الرياضة علم الرياضيات مش الاسبورت علم الرياضة كنا بجيبوا يعني هو في تانية السنوية يذكر لنا بتعطلت يذكر لأخوه إحنا معاه فدخل لامتحان مرة امتحان وهو امتحان وهو بقى آخر السنة عملت إيه يا حمدي كفا يا قر زعلان وسائر جدا المدشة ده عايش معايا شوف بقى من أيام المدرسة زعلان جدا عشان تبطلوا قديني هو غلطت في السئال غلطت في السئال انت كانوا يجوبوا لك إيه ستة سئلة اختار أربعة فهو كان بيجوز ستة فهو جوز خمسة صح من ستة يعني يختاروا الأربعة الصح لكن السادس اللي هو اختاره مش حيتحاسب عليه يعني هو حياخده الفول مارك برضو لكن هو من كتر ما مقيم نفسه انه ما يصحش ينزل عن هذا الليفل زعلان ده اللي بيحصل في النادي الأهلي بقى أيوه انت عشرة على عشرة بس مش عارف إيه بس إيه تعمل انت كاسباني مبارح تلاتة قلقان وعايزين نهجموه يخش فيك جون قلقان وعايزين دفاع هذا قلق وإن كان مزعج لكن صحي لأنه هو ماشيك على السلك أول درجة معاييرك معايير تقييمك ما بقيتش المعايير على رأي أخونا أحمد الشيخ كان كاتب أنه لما تباد زعلان أن الأهلي فيه جون يبقى هو ده الأهلي يبقى هو ده الطرف اللي إحنا فيه بالضبط أيوه ده إحنا في حالة طرف لأنه ده مش موجود على مستوى العالم ما هوش عشان كده ما بقول لك لازم نشكر لعبتنا محدش يا جماعة يقصوا على لعيب نزل واكتهد أنت هتجيب لي اللقطة بتاعة الجن اللي ضيعه كابتن مروان موجودة موجودة هعلق للتعليق ونحلله عشان الناس برضو تفكر معانا إيه السهل وإيه الصعب طيب نشوف الأول عدد من المحللين كابتن عبد الظاهر الساق ده الجديد والمتطور في النادي الأهلي إزاي ده حصل نشوف رأيي كابتن عبد الظاهر أنا عايز أروي بس بين الاختراك في العمق النادي الأهلي وده الجديد اللي في النادي الأهلي وده التطور اللي موجود ديانج والسولية اللي اتنين فعلا بيروحوا في الثامنة بشكل جير طبعا ديانج عمل النهاردة الجون التاني وعمل الجون التاني في ماتش المقصة لما قطع الكرة وحطها لأفشة وأفشة انفرد هنا أفشة حطها في الجون دايركت هنا أفشة استنى مروان عشان يفوق مروان يبقى إنكار الزاد في الفريق ما فيش نجم الفريق ما تحسش ان أفشة هو نجم الفريق ما تحسش ان وليد سلمان هو نجم الفريق وليد سلمان ينزل لنا يكسب الفرقة ما تشتنى تلاقي احتياط بص دياني البصة في التوقيت البصة بالزبط بص هنا بقى ورا هتلاقي بص استنى في لقطة تانية لو جبت أفشة هتلاقي بيبص مرتين في مرتين بص فيهم واستنى فيهم وتقلع الكرة بشكل كبير جدا مع إنه ممكن ممكن كان حطاها زي مباراة المقصة واحدة في القريبة على طول يبقى إذا النهاردة بص كام لعيب تلاقي تموجدين واثنين وراهم خمسة وده هجمة مرتدة إنها مزوجية طبعا نسان عايز معلش علق على نقطة بص التحرك بتاع أفشة لو برجعها بس بص زي إن اللعيب بيقدر يتحرك صح عشان يبقى مواجه للكور لو جبناها من الأول بص هنا أفشة بص أفشة فين كملها بعد إذنك بص بقى أفشة عملية ووسع لنفسه ووسع لنفسه ووسع لنفسه ورح عادل جسم بقيت الكورة مواجهة غير لما يستلم وجسمه البر هو راحة الكورة معملش فيه حاجة الكورة ماشية مكملة زي ما هي في نفس اتجاه الجول ده جاي من التحرك بتاعه يعني إنه عادل جسمه داخل الملع مهم جدا جدا التحرك تبقى بتتحرك وبتتحرك صح تشكرين جدا هي دي اللي أنا طالبها نفس القسم بص راح معدل جسمه بقى وشه المرمى غير لما يكون وشه ناحة تاني بالزبط هي بالزبط فدي نقطة من غير من المسع نقطة مهمة جدا بتسهل عليك بدل ما تسند وتعدل هنا خلاص هو عدل من جسمه بص بقى خلاص خلص كان في ستنات ولا السبعينات عظم في فترة كده جيبنا اللي قاله شاروة مدربين كان فيه كان فيه مدرب اسمه بونجاك آه اللي درب المنتخم درب المنتخم آه في السبعينات شوف أنا بقى وانا صغير مع تعليق قاله آه قال آه آه دي كرة مروان دي كرة مروان أنا بس عملك على كرة مروان وبعدين أحكي لعك حكات بونجاك بص هنا هنا لحظت إيه هنا آه تاني جيبها من الأول واحدة واحدة آه آه جري جري طيب هل مرة ملا ما كانش جري وضغط وقف هنا كان هياخد الكرة لا طبعا طيب أول حاجة يجب أن يحاير عليها اتنين هنا هنا حد جنبه يبصيله لا ووقف عليها مستاني إذن ووقف عليها لأن الجن كان في موجهته كل الزوايا مأقولة الحل الوحيد إنه كان يكسر على جوه ويوسع لنفسه بالظبط لما جيه عامل كده كان توليت كان الجن قرب منه هنجد بقى أفشا جاله إمتى أهو حيبان في الصورة أهو أهو مين الده أعرفش أفشا ده ولا مين أفشا أفشا لو طيب تعالي بقى جيب جن أفشا آه أفشا يحيى علي إنه بص طبعا لكن أنا متأكد إن مروان لو كان لقى أفشا جنبه زي ما أفشا ما لقى مروان جنبه كان حيدهاله كان حيخلص من التهمة دي مع التهمة أنا الكرة صعبة جدا يا جماعة والحارس قفل خلاص الحارس قفل ليه لإنه معند عارف إن إن اللعب ده ما عندهش حل تاني آه فكل ما أقرب رح ما أقرب عليه سدد له الزوايا لازم حيرقاسه هو أرى أرى اللي حيعمله مروان لكن الكرة بتاعة أفشا أفشا ضرب بعينه لأه مروان جايله مروان جايله مروان جايله لما زبطه آه فقداله حلول أحطه في الجون أقدر أرعب كده فهو بزكاؤه ولإنه بلاي ميكر أصلا كمان مش فرود الأحلى إنه أعملها بالطريقة دي ويأخذ الإشارة طب النهار ده لأفشا كان جاب الجون زي ما جاب الجون ده كان مصر تكلمت عليه إذن الأسسس ساعة يبقى أهم مجون طبعا طبعا ولما يكون فيه معاني ولما يكون فيه رؤية فنية مروان ظلمة في هذه الكرة ما هيش كرة سهلة ما لقاش حلول والجون عارف إنه ما فيش حل فلما طلع عليه خلاص بقى أنا معايا كرة بس أروح فيه لازم أرقصه فكانت متأخرة جاي يعمل كده الجون عارف إنه هيعمل كده رح نازل بإيده زي كرة بونجاك 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 كان أنا فاكر متحط رمضان كان بيطلقوا عليه متحط بونجاك عشان كده كان اختياراته في الباك الشمال متحط رمضان فسا بعينها بص بقى بونجاك لقلمه لحظة مهمة جدا جدا عن المنتخب المصري وقتها قال لك كل اللعيبة بتستلم بوشها الجنهة جنه أحدا لذلك معظم اللعب سلبي بتنل لورة والوقفة الصحيحة إنك لأنت زي ما بيعمل أفشا كده تبقى وقف بميل بشكل قطري حس تبقى شايف بتعادل نفسك بسرعة بطرف عينك ملعبك لكن عينك كله قدام التحرك بتاع الكابتن أفشا أنا بسميه دعوة صريحة لصانع اللعب أو الراجل اللي معاك كورة هاتها بقى هاتها بديلك الحل أنا بيتحركي وبموجتي خلاص أنت شفتني إن أنا المناسب إن أنا اللي حروح بالضبط لكن لو هو أفشا حتى كانت حرك كده بس كانت بصص له كانش حديله بالضبط أو كان حديله بقى عشان يعمل إيه وانتوه وده اللي المتعي بلاحظه الحياة في تحرك أفشا وعجيته الجسم بسرعة أنت بتتكلم على الناس اللي عادة في الستوديو والله العظيم التلاتة يعني بيقولوا كلام مخصوصاً اللي عايز اللي عايز يتعلم واللي عايز طيب اسمع اسمع الكابتن وليد صلاح اسمع خالد بيبو اسمع عبد الزهر الساقة اسمع اسمع ناس كتير يعني أنا مش عايز أقوله بحس بحس فيه سنس فني فعلا طيب كمان من الأراء المهمة الموضوعية الكابتن محمد عمر نشوفه كابتن عمر الناجل أهلي زود غلط الأداب فيه عالي في دياس ستين وزوله وليد سليمان ريح هو أليو ديانك رغم أن فريق مصري كان مختلف تماما عن شاء أولاني بقى عنده جرأة هجومية وبدأ يوصل لمنطقة الجزاء النادي الأهلي ومسجل ووصل أكتر من مرة لكن خبرة النادي الأهلي الحقيقة وبرضه بقى أقل مجهود أحرز مروان هدفين يعني وانتهى اللقاء كلينيكيا رغم أنا شايف إسلام صالح لو كان مركز على أنه يجيب هدف أفضل من أنه يركز على أن ناخد ضربة جزاء مرتين يخش السندوق شبه انفراد ويحاول ياخد ضربة جزاء وما يسجلش هدف يعني لكن هو يحسب لفريق مصر برؤيته الهجومية الشوت التاني تبديلات عبد الناصر كانت مهمة جدا وقدت شكل مختلف تماما لفريق مصر الشوت التاني لكنه في النهاية يبقى النادي الأهلي وخبرات النادي الأهلي وتبديلات لعبة النادي الأهلي الحقيقة يعني كان أكثر ذكاء في الملعب وبالتالي حسب الأمور بمجهود قليل أنا شايف أعلي مباريات النادي الأهلي هذا الموسم هذا المباراة تمام كلام برضو وهي دي الرؤية من خارج بقى ممكن يقولك لما يكون نادي منافس ما تطمش ما يكون نادي ناديك برضو تقول فيه إحساس بالمجاملة دي رؤية محايدة تماما موضوعية كمان موضوعية جدا بقى أقل مجهود لكن فيه النادي الأهلي متفاوخ بشكل واضح حتى لو بقى أقل مجهود أقل من المتشاط اللي لعبها لأن المنافس موجود هنا النقطة اللي لازم الناس يفهمها هو أنا لما اللعيب تتكتل يبقى في صعوبة في الاختراق ولماتش ماسخ والأهلي مستحوز طيب لما الجون اللي جابه أحمد الشيخ بتاع نادي مصر غير الفكر وغير الرغبة وغير المود بتاع لعيبة الدم ثقة اه الدم الرغبة كمان طيب ما احنا جيبنا جهود اه بقى بيلعبوا الاستمتاع بيلعبوا يقول التعبير عن نفسه اه وهم عندهم لعيبة مهارين جدا يعني اللعيبة فيها شخصية برغم من النتائج ممكن ما تدلوش هذا الحق يعني هو وطانت عندهم شخصية صحيح طانت عنده إشكالية في الدفاع لأنه ما بيحفظت على مكسابه أبدا لكن الفرقة دي فرقة متعبة لما تحررت زائد انه برضو خلي بالك الاهلي تشعر ان في حمل اه انت انت بتفكر في الماتش الجاي بتفكر ومؤكد ان كان فيه رفع للأحمال قبل الماتش ده تحسبا انه يدي راحات قبل ماتش بلاتينيوم والدليل ان فيه ومين اهو راحة يعني تستغر فكان فيه حمل اللعيبة الشوت التاني بتاعتنا مش هي من ناحي البدانية الحاسمة اللي بتفرع عن اللي قدامها بكتير بدانية بتكلم بدانية فانت كويس انت وانت في الحققات النتيجة خلاص بقى خلي بالنا عندنا ماتش في افريقيا انا مش موافق اوي على الكلام ده لكن ده بينتاب اللعيب يعني اه نهدى شوية نخلي بالنا على صباطنا نخلي بالنا الراجل برضو هو بيفكر بيعمل روتيشن بيجرب حاجات جديدة هو بيجرب هو خلاص ثلاثة اده هذا الحق للمدرب مش ضروري كل يعمل اللي في دماغنا اما هو ليه مدرب مختلف ممكن يعمل حاجة النهاردة ما تعجبكش لكن هو بيجرب ايه حاجة حتة تانية احنا بتتحقق اهدفنا لما بتتحققش سؤالي للناس كلها لماذا يتطفق الخبراء ويختلف الجمهور لان الخبراء قدوا في النار وشايفين الجمهور اه بالرؤية بالواقع عايزين استمتاع احنا كلهمنا النتيجة والمتعة صح صحية فاحنا ما نحسبش انك لازم المصفره تبقى كله ماتش كده لان فيه اعباء اخرى وفيه كواليس انت منتش ايف طيب ريني فايلر عمل ايه علشان يرجع مروان محسن نشوف رأي الكابتن عبد الزهر سأ الناد الاهلي الناد الاهلي تقريبا كل عناصر اللعبة فيه مكتملة يعني سواء اداريا سواء اتماسفير سواء اللعبين فيه منافسة ما بين اللعبة حلوة قوي موجودة بكبات الفرق عدع برة وبتنزل تأدي يعني تقريبا اصبح الناد الاهلي مكتمل في ظل كمان غياب مين غياب رمضان صبحي وحسين الشحات ورقتين مش حسين مش حسين بيهم كمان يعني مش حسين فيه غيابات في الناد الاهلي ده بسبب ان الراجل بعمل بوتيشن في الوقت اللي مفروض يتعمل فيه وده انا دايما نسميه عملية جراحية موجودة لو نزلت حد مثلا في وقت مش مناسب هيتحرق هو هو من صحة كله نمنور كل الناس حتى مروان محسن لما حصل له موضوع الانفراد في الشط الأولاني لو كان طلعوا كان خلاص تعريبا انا قلت لو طلعوا ما بين الشطين خلاص مروان هيروح بحتة تاني كمل عليه وهو كمل وده له السكة السكة اللي جاب فيها الجونين الماتشين اللي جايين الماتشين اللي جابهم في الشط التاني لما كمان حبي غير غير مروان خلاص بقى انت عملت اللي عليك حتى لو مروان نصاب لكن في تغييراته حكته الحقيقة الراجل ده النهاردة اللي عمل مع مروان اه رائع لو غير مروان قبل خلاص مروان راح في حتة تانية بقيت مشكلة خلاص مروان مش تعرف تجيبه تاني مش تعرف تجيبه تاني انا عايز بس اقول نقطة على قصة التغييرات لان حصولت لانا معاه شخصين يعني مصرمان الجزيلة لما كنت معاه في الناد الاهلي فترة من فتحات مكنش بجيبه جوان خلص عامل مجهود كبير مع زئاب الجبل عنده 26 نقطة في المركز التاني لكن من 12 مباراة يعني زايد على الاهل مباراة زا مالك اقل من المقاولين مباراة واكتر من الاهل بمباراة وعنده 21 نقطة الانتحاد السكنداري عنده 20 واسموها عنده 17 برمز والانتاج الحربي لكل 16 نقطة التلاتة اللي في المؤخرة ودي دجلة للأسف حتى الان ما عندوش الا 6 نقاط يزيد بنقطة واحدة عن اسوان والمقصة عنده 10 نقاط متساوي فيها مع طنطة ده وضعية الجدول حتى الان باشمونتس الجدول ده كل اسبوع يتغير كل اسبوع معادة بإذن الله القم معادة القم لان المباراة واحدة بتقلب الأوضاع كلها وبعدين ما بقاش فيه ماتش سهل سيبك من كلمة سهل وصعب الإسماعيل الحياة يعني مباراته كانت هذا الاسبوع شاهدت بعض المشاكل خلت لجنة الانضباط في اتحاد الكورا النهاردة أخدت قرار بإيقاف سعفان الصغير وحرمانه من ممارسة أي نشاط كوراوي ثلاث شهور كاملين سعفان مدرب حراس مرمى الإسماعيلي لكن الغريبة وقعت طارق حامد بكل ما حدث فيها ما سمعناش عليها أي عقوبة ولا أي حاجة هو ده اللي أنا بقوله بقى شوف إحنا برقنا الاتحاد في قضية كهرباء وقلنا لأ كان في موقف موضوعي وحيمشي مع الناس كلها بالضبط المصارة ليه مش واحدة أنت دلوقتي الحاكم كتبه في تقريره عايزين نعرف طرد ليه طيب أنا بأزم الكاوي الإنذار التاني خده ليه قالك إيه طردتوا ليه امتناع عن خروج من الملعب ليه لا الامتناع قالك أنا مش عايز أنط يقدر يلف من أحد تاني لكن خلاص ما قالناش دعا بالامتناع في الآخر امشي مش لكن أنا بتكلم هو قالك إيه ما قالكش حاجة طردتوا ليه طردتوا عشان قالك حاجة فيها تجاوز عقوبتها فيه لا قول اللي قالك إيه وبنسمى ها هتوبقى بينك ومن اللعب يعني أنت ممكن جدا أن أنا روح لما أغزعني تشتمني ها عفو فأنا روح أقول للناس هو أنت لسه بتكلم إبراهيم وده شتب أقوله أقوله مين قالك أنه شتبني ده بالعكس كان زعلان وبيعتبني فأنا ما قبلتش لكن لكن أنت ما تسمع الكلام ده تعمل فيه أنا إيه بقى أبقى أنا قدامك عامل إزاي قد كده فالحاكم بس يقول لنا عشان يفضل كده ولا كده ولا كده ولا الاتحاد يبقى عمل الصح ولا اللعب عمل الصح والظلم كل الأطراف تستطيع أن تفسر الموقف كما يتشقق لأن الطرد ما في مناش هو الطرد ليه وإذا كان قال اللفظ متجاوز اللايح ما بتقولش بتقول عقوبة تانية بالضبط طب ما فيش حاجة يبقى تظلم يعني يعني هو هو شوح مثلا ما شوحش ما شوفناه لا ده فيه حاجات قالت خلت الحاكم متضايق ونفع يرفع عنه الحصانة يعني أخيرا رفع الحصانة يعني أنا الحقيقة الحاجات الصغيرة وبعدين في الآخر والله يا جماعة ما بتفرم ما تحسبواش قوي الزمالك مبارع اعتمد على قلبه دلاء وعمل رومونتا ده صعب جدا صح ولا غلط يعني مين كان يقول اللعيبة بعد بقى لها مدة وبعدين تنزل تقدر عند ده الرغبة لآخر وقت يحسب مؤكد يحسب لكرترون مؤكد يحسب للعيبة ها اه فما تحسبهاش في ظل غيابات مين كل الناس بقى كانوا تراه ساسي مش حيالعب وطارق حامد مش حيالعب وبعدين وفاجأك انه مرايح ناس تانية ما خدت لندية كبيرة اللي عندها قوائم كبيرة آآ لهذا لهذا بيقولك اللي عنده دك ما بيتعبش صحيح فما تحسبهاش قوي بس ماشي الدينة صح عشان انت ما فيش لعيب يعلع عليك عشان المصطرة عشان العدل ما فيش لعيب يعلع الحاكم ما فيش لعيب يعلع الدوري ما فيش ما فيش لعيب يتظلم الغموض ده مش كويس فيه غموض فيه قرارات لجنة المسابقات هي دي الانضباط لا مش الانضباط هي دي انضباط ولا مسابقات ما بينيش فاهمين عقوبات مسابقات بتطلع من الانضباط لا بس لحظة واحدة لحظة استاذ إبراهيم ما هون الانضباط انت بتبعتلي السؤال اللي سألته ايه عشان اجابتي لما تطلع بتبقى تطلع السؤال اللي تسأل لو التأريد لم يذكر اي شي ها ممكن التأريد كتف ايه تم التارد الانزار التاني للاعتراض بس لجنة الانضباط قالت ان هي بتاخد عقوباتها من المشاهدة ومش بالضرورة ما هم انت شفت حاجة ها شفت ايه طب ما ده يخليه يسأل اللي حصل مش دوره بقى نفتش هو مش محقق ها هو راجل بيجي لورها ياخد ياخد خرارات انت يا حاكم انت انت كابتن جمال غدوره اكتر واحد عارف ايه اللي حصل هو يشوف ايه يقول للحكام اكتبه ملكوش دعوة انت مش دورك تطلع هاجة لبرا الامان خالص انت دورك ترصد بعد اللي بيحصل قدامك وتذكره وترصده ما لكش دعوة بعد كده انت كتاب والناس حطت في الدرج الناس عقبت ده مش دوره اكما الحكام هيقولك ما فيه ناس بتعمل فيديوهات تهاجم رئيس لجلة الحكام و و وما فيش عاجل ده لسه انا بقولك ايه ها انت الوقت بتتعامل مع اللي بيحترمك ازاي بتتعامل مع اللي بيهددك كل مرة ازاي ازاي المصطرة بتاعتك هتبقى سوية مش هتقدر ولا دي دعوة للكل بقى يضغط ما احنا مش عايزين الدنيا انا بقولك خجلان والله ان احنا بنقش الكلام ده لان دي ابجديات لأي ناس عايزة تمشي صح مش هتلاقي الملاحظات دي في حتة هاتلي ستوديو على مستوى العالم بتكلف اللي احنا مضطرين نتكلم فيه ده فيهن حقوبة فلان ليه يتعامل كده وليه ما يتعاملش كده فيهن ردكم على كذا ده فلان قال حاجات واضحة الناس مش مضطرية انها تسأل فيها ولا تتبعها لان على طول القرار المستحقي بيتاخت وبعدين بيديلك بقى 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 الالتماس زي ما بيحصل في انجلترا تستطيع ان ترفع العقوبة لو ان انت في حاجة كانت غامضة او اتفهمت غلط بتلتمس بس انت كمان معرض لو التماس ورفض او لم يستجاب لالتماسك مش اترفض مش شكل اترفض في الموضوع ان العقوبة ممكن تغلز فمش اي حد كمان بيبعث الالتماس اللي اذا كان متأكد عايز تزوط الدنيا الطريقة موجودة وسهلة جدا بس تصدق النواية ننسى مشاعرنا اخوانا شوية نتمنى لكن بعد هذا الفوز الكبير وبعد هذا العشرة الكاملة هناك اجمل ما في هذه الثلاثية بعد الفاصل اهلا بحضراتكم الجديد الحقيقة كان اجمل ما في الثلاثية اللي لقى لفاس بها على افسي مصر حالة انكر الزات اللي بين اللعيبة شوف تنافس اه مجدي افشا على انه يمرر لمروان عشان يجيب جون وحالة اللي مركزية اللي في الملعب يعني بصة باشماندس يعني هنا قالو ديانج يا جماعة قالو ديانج اللعب الهاف ديفندر رقم ستة هو اللي صنع اللعب ومجدي افشا اللي هو صنع اللعب هو رأس الحرب المخترق المتقدم ودي حالة اللي مركزية سيستم اداء الاهلي الفني ماشي بيها ده اللي اتكرر كمان يعني اللي انتو شايفينه دلوقتي اتكرر في مباراة المقاصة مجدي افشا صنع اللعب هو اللي بيخترق والهاف ديفندر هو اللي بيقوم بدور صنع اللعب في المرتين البصير آه قالو ديانج في المرتين واللي بيخترق وبيسجل او يمرر للي يسجل صنع اللعب نفسه مجدي افشا هنا خطورة الاهلي الكل في حالة حركة والمهام متنوعة في ارض الملعب حالة انكار الزاد مش جديدة على لعبة الاهلي وده الاطموسفير او ده المناخ اللي دايما وابدا في الالفة انكار الزاد بقى سازي براهيم عماد متعب وحسام غالي نفس اللقطة باستمرار انه فيه تعاون وفيه انكار الزاد من اللعبة بشوانتس طبعا عماد متعب بعد ما نعرضه بس انا انا عايز اقولك انكار الزاد في التواضع كمان لما سعد سامير يطلع متعور وكابتن عشور يقعد على الارض عشان بضبط على رجل والطمن عليه اه هو ده هو اما يجي يقولك اصل القوضة مختلفة قلت اللبس مختلفة مش مصود بيها القوضة نفسها مصود بيها الناس اللي عايشها الناس اللي عايشها في المكان ده بينهم حالة من الحب وعدم الحسد هاي حسام تحت رجل ساعي هاي مثلا متشاكرين هو ده هو ده انكار الزاد يعني مش لعيب قاعد بقى كابتن انه مدهي انه هم ملعبش ولا لا فيه فعل ومش ما فيش استطناع دي لقطة ما حدش يقدر افتعلها صحيح دي تصرف طبيعي شايفه انه طبيعي وهو حتلا تجدوا انه مستغرب ان احنا بنعلق عليها لانه هو بيعملها ما مش متوقع ان حد يخلي باله منه عشان كده الخير ومشاهد به الاصدقاء المنافسين المحترمين لما بيتحلوا بقدر كافي من الموضوعية ومن فهم قيم الرياضة ما بينكروش ابدا فضل الاهلي وسبب تميزه كابتن حسن شحاتة كان له كلام مهم جدا مع كريم عن فرقة الاهلي واللي وصلت اليه نشوفه الاهلي ما فيش اتنين بيختلفوا علي الاهلي فرقة كويسة فرقة قوية بيلعبوا للمكسب وكل ما يلعبوا للمكسب الكرة هتديهم وبالتالي هم في كل ماتشهاتهم بيلعبوا للمكسب وكرة بتديهم حتى لو في آخر دي كرة بتديهم مش عاوز اقوله ان هم محظوظين لكن عاوز اقوله ان هي فرقة كويسة فرقة قوية فرقة بتعمل ضغط جامد قوي فرقة فيها اكتر من لاعب بيجيب جون ودي بتبقى ميزة ان الدبكة عندك تبقى فيها لعيبة بتجيب جون يعني انت لما تيجي تحسبهم هتلاقي وليد ازارو هتلاقي اجايه اجايه رمضان صوحي قبل ما يتعور وليد سليمان وليد سليمان وحسين الشحاد وحسين الشحاد بالرغم ان حسين الشحاد ملعبش ممارح لكن اول مبارح لكن افشا لعيب اللعبة كويسين انا بحبه لانه لعب كويسين بحب اللعب محمد مجدي افش بحب اللعب اول لانه هو بيلعب الكرة السهلة بيلعب الكرة اللي هي لما بيلعبها مفيش حد بيكون بيفكر انه هو هيعمل كده ودي بتبقى ميزة اخد بالك كريم يعني انت وانت ماشي كده تروح عاملها كده من برا رجلك تبقى رايحة لحد انت مش ياخد بالك منه ولا متوقع ان هي هيلعب حاله فانا بحب اللعب المجد افشا او بحب اللعب اغلب اللعبة بتاعت الاهلي رمضان صبحي ربناش فيه لعيب اللعبة زي ما يقولوا ايه بالرغم انه هو مش هجام بمعنى هجام لكن انا بقول عليه هجام لانه الكرة لما بتبقى معاه ورايح لجون يبقى مفيش حد يقدر يقابله او يقدر ياخد منه الكرة ودي لعيبة كلها انه جايه عاد فترة ميجيبش جوان لكنه هو معروف عنه هو بيجيب جوان وليد سليمان اه وليد سليمان طبعا طبعا وليد سليمان هاي كل ما بينزل بيجيب بيجيب جون صحيح ما جابش جوان المتش اللي فات لكن كل ما بينزل بيجيب جون ودي وما بينزل الاداة الاهلي بيتحول وده تبقى ميزة كريمة ان انت عندك تبقى الدكة فيها اكتر من اربع خمس ست لعبين يعني تحت ايديك يعني انت من غير ما تقولهم على حاجة وهم بيعملوها بشكل كريس طيب عايز اسألك كم نقطة كده في مطش الاهلي والمقصة الاهلي بدأ بتشكيل غريب شوية طبعا انا عندي العيب يلعب في اي مكان في الملعب في الناحية الدفاعية في خطورة الدفاع يبقى ده لازم استفيد منه انه لو انا عندي نقص في اي مركز من المراكز الدفاع فانا كان عند الاهلي كان عنده نقص فلما يلعب ويلعب اه ويلعب اه معلول مفيش مشكلة مفيش مشكلة المهم يبقى معلول هو اللي هيقدي لكن احمد فتح متقلقش عليه يدافع مفيش مشكلة احمد فتح متقلقش عليه سيبك لما غير في الشوت التاني الاهلي بقى ابو جومان احسن حتى الراجل في المؤتمر الصحفي قال كده فيولر اوكي يعني هو يعني هو حس هي مش خطأ او مش غلطة اه هو مش خطأ ومش غلطة لكن هو فايلر اه اه لعب صح ان هو عالم علوم ما كانش بالشكل اللي احنا بنشوفه عليه في المتشاط اللي قبل كده لكن هو انا ما باعتبروش غلط لان انا دايما ما يبقى هند اللعيب بيلعف اكتر من مكان باستغله احسن استغلال الاهلي كريم بيضغط بضغط جامد اوي اللي من خلاله بيغلط اللعيب اللي قدامه بيغلط اللعيب اللي مع الكرة بيغلط الفرقة كاملة زي ما بيقولوا يعني يعني الحقيقة انا بابقى سعيد جدا لم ييجي الكلام من هذه القامات والنوعية اللي ما تقدرش تقول انهم بينحازوا اللي اه الراجل بتكلم كلام كراجل كوتش كبير اه موضوعي جدا وعلمي جدا وينصف الاهلي الى درجة كبيرة وينصف لاعبيه وينصف ينصف جهاده الفني وينصف ادارته يا جماعة يعني ايه واحنا ليه اللي احنا عاملينه في نفسنا ده في بعض يا سيدة برايمة علش انت ما تحبينيش هتكلم في النقطة دي بس اه لا اقول براحتك لا يعني ليه ليه عندنا شعور باستمرار بال 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 يعني النزعة النقدية المستمرة يعني هو هو اولا اه احنا في نعمة ولازم نشكر ربنا عليها الحمد لله ولازم نتكلم في النعمة عشان يعني هو لازم نبقى مزنوقين عشان نتكلم اه ونقول احنا وقفين مع فرقتنا لا اللي بيحصل في مدرجاتنا صح ولا اللي بيحصل على صفحاتنا صح انا مش بتكلم في المطلق انا بتكلم في الجزئية اللي هي لازم تبتدي تبقى سعيدة بفرقتها نسيبنا من اي حاجة تانية كلنا يجب شمعنا الناس كلهم قدرانا يعني اخوانا في سبب موضوعي لما الناس دي تتكلم وتقولك الاهلي 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 انت كمان قولي الاهلي الاهلي ده مش اللي هو في مخيلته يعني انا كابتن حسن قال لك كلمة استاذ ابراهيم قال لك مجد يقفش هيمسي الكورة ما تشعرف هيعملها ازاي اه ليه عنده كذا سناليو في دماغه وهو يقدر يجري كده ويلعبها كده ويقدر كده ويشوف كده احيانا ان انت وانت بتتفرج ودي بتحصل معايا على فكرة يا ابنها هو هناك يروح لعبها في حتة تانية مش معنى كده ان انا صح وهو غلط هو شايف حاجة تانية ممكن اشوف نتيجة في النهاية تفكيره بتوصلني لايه وتملي الخطورة من المفاجأة الباص الطبيعي انا بتكلم على الرد فعلي طبعا طبعا لكن انا بتكلم على الرد فعلي انا كمشاهد هتكلم علي يا راجل ايه العبامة ايه قدامة كاي سهلة انت وقف من بعيد لحد ضغط عليك ولا حد بندهلك ولا انت في جملة معينة مضطرة تنفذها انت بتتكلم على مساحات شايفة بمزاجة كأنك انت لاعبش اطرانك بلعبها هنا طب بلعبها هنا طب بلعبها هنا ليه بيعمل حاجة تانية تقولك مش في مستوى النهاردة او انتقده ممكن يحصل مني وانا بتفرج عن ماتش لكن ما يبقاش ده رأيي ها المسجل وانا بقايم ماينفعش ماينفعش مع كل لعبة قاعد اقول غلط في ديه في ديه كذا فلان كذا وغلط في كذا فلان كذا في ديه كذا غلط في كذا هو دي كرة هو احنا ماياش ماياش مصرحية فيها سيناريو الناس حافظة ده في المصرحات ساعات بيصمح للمممارات ممثل موهوب بالارتجال عشان يعمل فيه اعلى ولا بتاعه لما بيزوده بيقولوله لا ما تخرجش عن الناس كمان اللعيب اللي عنده موهبة لما هي ارتجل ويعمل لعبة جميلة ما تقولهش كان مفروض تعمل كذا لكن لو زوده هتقوله بلاش انه هي بلاش ترئيس يعني كل حاجة لها ميزانها احنا يا شباب الاهلي الاهلي حل وفي نعمة محتاج دعموكم في الملعب وصفحات بتاع السوشيال ميديا وحتى لو انتو زعلهم حاجة ماينفعش ان انت تديها للمنافس بتاعك يتاجر به ماينفعش طيب الزمالك كابتن حسن شحاتة في رأيه والمونس عدل بيقول ماينفعش تزودها قوي كابتن حسن شحاتة شاف ان لعبة الزمالك زودتها قوي وكان فيه اتنين او تلاتة يستحقوا الطرد لكن الحكم طرق سامي ما عملش كده كلام مش لينا كلام من الكابتن حسن شحاتة نجم الزمالك الكبير لكن للأسف في حاجة انا عاوز اتكلم عليها اللاعبة دي كانت عاوزة تضطرد لعبت الزمالك لعبت الزمالك لعبت الزمالك عندك طرق حامد عندك محمود علاء عندك فرجاني ساسم التلاتة بيهاجموا الحكم بشكل غريب جدا 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 بغض النظر الحكم عادل او مش عادل يعني انا مش هتكلم في الحاتة دي لان الحكم هو بضميره زمان سامي حكم كويس هو بضميره زمان بيقوله يعني انا مقدرش اقولك اذا كان كويس ولا مش كويس لكن المهم من ناحيتهم هو مش كويس ليه الهجوم ده كله عليه وبعدين هو غلطان مبارح اللي مطردش اتنين تلاتة شوف انا بقى هو زمالكوي غلطان اللي مطردش اتنين تلاتة ده راجل فرجاني ساسي داخل في وشه داخل في وشه وبيهاجمه محمود علاء اول طول عمره كده لما بيلعبه وبتاعه وبيبقى الجن اللي جابه هو فعلا الراكم على الراجل الكريم ساند عالراجل اللي قدامه طبعا ساند عالراجل اللي قدامه لما تعادت مرة يعني انت حسيت ان لعبت الزمالك عايزيني انذارات عايزيني الترد وحنا جاي عندي معلومة ان فرجاني ساسي بعد المطش على طول سافر تونس سافر تونس يعني كان عارف ان هو هياخد انذار ولا كان اصلا هو كان بيعمل عشان ياخد طرد مش انذار كبان عشانه مدة طول بالنسبة له موسيقى في كلام شارح نفسه برضو مش كل حاجة هنمضطرين نعلق عليها الكلام واضح جدا يعني طيب هل بطولة الدورة حسمت؟ اعتقد دي السبادري لكن مؤشراتها عند الكابتن طارق يحيى كانت واضحة موسيقى مش من الخطأ انه نقول انه الاهلي يعني حسن عشان ماتشاد شبه محسومة اه انا بقول شبه محسومة مش محسومة كليتا لكن شبه محسومة حقيقا يعني الاهلي لو فضع على المنوال ده هياخد الدوري مثلا في نص الدور التاني طبعا يعني انت بتتكلف فرق ابناط رهيبة كابتن طيب خلي النساءلك معلش الزمالك النهاردة كام الزمالك بقى واحد وعشرين بط الزمالك لعب وبلاب زيارة كمان انادي الاهلي اه 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 تكلم واحد وعشرين ثلاثين تسع بانط صح؟ هم انه بالابر إذا كان لو كسب بالفرق اتناشر بانط هاي بقى اتناشر بانط ها قلق اتناشر بانط الزمالك 72 نقطة اه جميل ما قلتش لا اه انا 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 بقولوا ايه احارب وقاتل لاخر النفس فاهمني لك انت بتسألني سؤال لكن انا بقول لك ان انت الزمالك موجود بقوة الزمالك معه من بعيد من بعيد انا بقول لك اهو احتمال كبير جدا اتحاد سكنداري ينافس اتحاد سكنداري يمتلك هذه القدرات مقاولين عرب عنده جماهير وعنده لعيبة موازة جدا المقاولين يعني بيقدم بيبقى مش المستوى ما يدلش على النتائج النتائج اعلى من المستوى الزبط في توفيق يعني في توفيق كمير طبعا عماد انه حاس شاطر جدا ومن افضل المدربين حقيقة وعمل تفرة كبيرة جدا مع الموسمين الفاته كابتن مع حد شي قدرين كلا هذا الكلام كابتن طارق كمان حقيقة لما تشوف حاجة هو زمالك الدور الاولان السنة اللي فاتت كانت الناس شايف انه متفوق وكانت بياخد نفس الكلام والاشهادة اللي بياخدها الاهلي وكان الاهلي بيوجه ليه نفس اللوم لانه كانت نتائج زبزبة الناس لازم تبقى وإلا المصدقية تروح فكلام ده كله ما فوش جدل الاهلي ربنا دمها نعمة وتكمل كده ونحافظ كلنا عليها طيب كابتن حسن شحاتي قال رأيه طيب كريم حسن شحاتي يقول رأيه حقه متهيألي ولا ايه نشوف حتى الان حتى الان وانا بكلمكم المنافسين بيتساقطوا كان قبل كده الاتحاد السكنداري بينافس الاهلي لكن خسر بقى لو مطشين ثلاثة بيخسر اقول الاتحاد خسر من الاهلي اربعة وخسر من المقولين واحد صفر فبقى الاتحاد بعيد شوية دخل النادي المقولين العرب مع النادي الاهلي وبدأ يعني ايه المقولين كده بيناوش النادي الاهلي المقولين اتعادل النهاردة فبعد عن النادي الاهلي المقولين عنده ستة وعشرين نقطة ولعب مطشين زيادة اكتر من الاهلي الاهلي تلاتين نقطة الزمالك بدأ يكسب ودخل تالت النهاردة بقى واحد وعشرين نقطة نادي الزمالك ولكن لسه الزمالك بعيد فحتى الان المنافسة على بطولة الدوري الاهلي بينافس نفسه الاهلي بينافس نفسه حتى الان لسه ما نعرفش قدام في ايه لكن في الوضع الحالي الاهلي بينافس نفسه زي ما انتم شايفين اهو الاهلي تلاتين نقطة المقولين خمس المعاولين 26 الزمالك 21 والزمالك لعب أكتر من الأهل مباراة للأهل اللي مباراتين مؤجلتين والزمالك اللي مباراة مؤجلة منهم مباراة الأهل والزمالك مع بعض فحتى الآن الأهل بينفس نفسه ما فيش فريق قادر يصمد في منافسة النادي الأهل على بطولة الدور هل قدام شوية الزمالك حيقدر الأهل حيفقد نقاطه والزمالك حيقدر لكن أنا بكلمكم دلوقتي الأهل بينفس نفسه حاليا في قمة الدور المصر حتى الآن الكلام برضو تأكيد على كل اللي اسمعناه قبل كده بشكل موضوعي نتمنى ان احنا نستمر على هذا العطاء لكن انت هم بيزيعوا سألتني على حاجة هل عملين ربطه كل ما يتكلمه في موقف الكابتن كهرباء وكابتن عصام الحضري وكابتن الحتة القانونية فيه خلاف فيه خلاف أنا مليش دعا بال في كل الأحوال قلنا أنه حيتأيد الحتة اللي هو عايزها ببطاقة مؤقتة لكن أنا بكلمك على الشق الموضوعي بقى يعني فيه ناس بتقولك كابتن عصام لما هرب الناس كانت زعلانا وبتقولش معنا ودلوقتي المبادئ وكابتن كهرباء بيرحبه بلا ووضع مختلف خالص في حالة كابتن عصام النادي الأهلي كان أيده أفريقيا في يناير لا كان مستمر قيده هو مش في فبراير لا فهمني يعني مقيد في وقت كان ممكن جدا لو الوقعة دي حصلت في شهر ديسمبر كان الأهلي يقدر يقيد بمداله هو مش في فبراير وانت ما تضعش تستبدله فأصبح عندك الحارس التاني الكابتن أمير وأحد الناشئين أهلي الوضع اللي انت كملت بيه أفريقيا في مطال خطورة لحد منه متعور ما عندكش جوة وكان ممكن لتنين يصاب فأهلي دي موقف الموقف التاني واحد من ضمن الكلام اللي تقال أنه أصله هم كان بيستند إلى فطرة الحماية اللي بتسمح للعيب اللي فوق 28 سنة أنه يعمل كذا لأنه قضى سنتين من عقده فطرة الحماية تسقط يبقى هو يقدر بعد كده يعمل اللي هو عايزه كابتن عصام كان مجدد قبله بـ 13 ما فيش سنتين ما فيش ولا ينطبخ عليه فطرة الحماية روح اختراق العقد آه وبعدين قاله كابتن عصام كان راجع وما خدش فرصته حدث تحقيق وكتولى القاضي الجليل أكسن بغدادي عدو النادي وقته كان رئيس اللجنة القانونية وكتب الحيثيات من ضمن الحيثيات عشان كابتن حسن كان حكى القصة دي أنه كاتب أول مرة جه اتحق معاه كاتب أنه هو الشاكة النادي الأهلي في الفيفا أنه بيتعرض للإضطهاد وبيتعرض كذا يعني لأسباب يعني أن يبقى أن الأهلي بيتطهد فلما تكلام بقى التحقيق بتاع المستشار أكسب قال له أنت عملت الشاكوى دي قال له ما أنا ما بعرفش إنجليزي قال له أصحابها ها ونعتبر أنه دا بدرة طيبة منك قال له لا أنا ما قدرش أصحابها وبينانا عليه العقوبة وقعت يعني مش العقوبة جات دا حيثيات أنا أنا مش رأيي أنا دا الكلام اللي حصل وأنا بقولك الأسماء وأقولك الوقاع فحدش قارن موقف بموقف لأن الموقف مختلفة إيه اللي حصل أنا ما عرفش تفاصيل للعقد بتاع الكابتن كارابا مع نادي الزمالك ولا عقد ولا يعني إنما كل اللي عارفينه إنه ما تسجلش في معاده ورجع بعد كده تسجل فيه كلام تاني يخص اترفع من القيمة ولا ما ترفعش من القيمة كل دي مش تفاصيلها مش عندي وما تهمنيش لأنها دي تهم قادة تحقيق آآ في الاتحاد الدولي طيب الأهلي بعد حصوله على النقطة التلاتين أصبحت أرقام الأهلي تنافس مين بقى؟ بتنافس الأهلي ثم الأهلي فالأهلي الأهلي الأهلي بينافس نفسه ثلاثة أربع مرات ليه؟ حصول الأهلي باش مندس على الرقم القياسي في عدد مباريات أو حصوله على رقم الفوز المتتالي في عشر مباريات ده ييجي إيه قدام أرقام الأهلي وعلشان كل واحد يبقى عارف حجم الإنجاز في كل هذه الفترات السابقة عاملة إزاي؟ وكل واحد يقعد في المكان المخصص ليه؟ ألاقى النادي الأهلي العشرة عشر مباريات متتالية ما هو الشرقم؟ ده الأهلي اقترب بينه أو اقترب به من رابع رقم عنده الأهلي عنده 11 فوز متتالي ده كان عمله في موسم 2005-2006 مع منو الجزيه بس كمان في 84-85 مع دون ريفي الإنجليزي اللي ماكملش مهمته ومشي وكابتن ساس كمل مكانه في موسم 84-85 الأهلي عمل 11 فوز متتالي يعني مش جديدة مش حديث عهد مش محدثين نعمة أربع ثم فيه مع بوم فرير الموسم اللي الأهلي ما خدش فيه الدورة حتى 12 فوز متتالي في موسم 2002-2003 ده رقم 12 فوز بس كل ده ولا حاجة يعني كده الأهلي بعشرة فوز متتالي بينافس الأهلي صاحب 11 فوز بينافس الأهلي صاحب 12 فوز متتالي بس بينافس الأهلي نفسه صاحب 17 فوز متتالي في الرقم الإعجازي اللي عملوا مع منو الجزيه في موسم 2004-2005 17 فوز متتالي ده الرقم القياسي المسجل في تاريخ الدوري الزمالك يجي بكام الزمالك أعلى رقم عنده يعني إذا كان الأهلي عنده 14 وعنده 17 وعنده 12 وعنده 11 وعنده 10 الخمس أرقام دول يجي الزمالك في العشرة حقق 10 فوز متتالي في موسم 10 فوز متتالي 2012-2013 الزمالك حقق 10 فوز متتالي الأهلي عنده 10 فوز متتالي 89-90 مع فيس ودلوان مع ريني فيلر عمل العشرة برضه الزمالك أعلى رقم كان وصله العشرة زي ما قلتلكم في موسم 2012-2013 وكان عنده 9 فوز متتالي في 2003-2004 وزمان قوي في الستينات 62-63 كان عنده 8 فوز متتالي العشرة دول تجوزهم الأهلي 7 مرات بالضبط إذن هي دي الأرقام القياسية في تاريخ المسابقة الأهلي أربع مرات الأهلي بينافس بيهم نفسه أربع أرقام متتاليين في الفوز المتتالي أعلاهم تعجزيا من الصعوبة جدا الناس تقدر توصلها حتى الأهلي نفسه محتاج مجهود كبير يعني محتاج 8 مطشات متتالية إن شاء الله يكسبهم مع ريني فيلر على التوالي يكسر رقم منول جزئ 2004-2005 ده كان الموسم الناري اللي كان منول جه قبلها بنص موسم 2003-2004 جه في نص الموسم رتب شغله كويس قوي آه ما خادش الدوري بس زبط نفسه كويس قوي بحيث يدخل الموسم اللي بعد منه يعمل للرقم العجازي الظروف متشابهة 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 في 2004 لأيه لأن الأهل جاب صفقات تقيلة نارية برضو الأهل في الشتاء اللي فات عمل نفس الشيء وكامل وبيكمل لحد الوقت وإنت لما بتبتدي بنيان صح الترميم بيبقى سهل تقدر إضافات بسيطة تخليك تحافظ على الفريق وأنا ضد المبالغة في باستمرار تكديس ناس يعني اللي يجيبوا من هنا ورايح يكون أصغر ويضيف أصغر ويضيف أو إذا كان كبير يبقى يضيف بوضوح أنا مش محتاج دكة يعني أنا جات لي فترة من الفترات كنت عايز اللعيب البديل الكف أنا عادي اللعيب الأساسي اللي أحفد بقى ويقدر يضيف لقدام بس كنت أنا شايف مثلا كمان سنة أو اتنين ممكن يبقى عندي نقص بسبب اعتزالات أو حاجة أو في حد حيطلع للاحتراف الخارجي أو أي شيء أي تنقل يبقى هو دي بقى الحسابات اللي تبقى في التخطيط إنها وأعتقد أن النادي الآن بيعمل كده طول عمره يعني لا لا على الطريق الصحيح وكل سنة وانتوا طيبين دمتم للأهل دائما ودام لكم الأهل بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي مساء الخميس القادم إن شاء الله تصبح لخي